صباح الخير مجحن صباح الخير لإلك وصباح الخير لنسرين وصباح الخير لكل الإخوة المشاهدين أيها الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل يوم وحضراتكم بخير وكل عام وحضراتكم بخير وكل وقت وكل إنسان بخير هل يلومني شخص على أن أحمل مثل هذه المشاعر الإيجابية والطيبة لإخوتي في الإنسانية؟ نعم إخوتي في الإنسانية مهما كانوا من أي بلد كانوا ومن أي دين كانوا ومن أي قومية كانوا لا يلومني أحد على أن أحمل لهم المشاعر الإنسانية الطيبة بل إن العقل السليم والدين الصحيح لا بد أن يحثني على أن أحمل كل مشاعر الحب لكل إنسان بل ولكل كبد رطبة لكل حيوان ولكل جماد ولكل شيء حولي فأنا إنسان سوي متصالح مع ذاتي ومتصالح مع الكون ماذا أريد أن أقول؟ أريد أن أهمس في أذني كل شخص يعتقد بأن دينه يمكن أن يمنعه من أن يريد الخير ومن أن يقول كل عام وأنت بخير لأخيه في الإنسانية ولأخيه من دين آخر يعتقد بأنه يتعبد إلى الله وبأنه يفعل شيئا حسنا في حياته وفي دينه إذا تبنى مثل هذا الموقف موقف أن يمتنع عن أن يقول لأخيه المسيحي أو أخيه من ديانة أخرى أن يقول له كل عام وأنت بخير الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين يحبوا يعني الله يندبنا إلى هذا ندبا يحبوا يعني افعلوا ذلك فإن الله يحب ذلك يحبوا ماذا أن نكون عادلين مع إخواننا من الأديان الأخرى وأن نكون بارين نحن نستعمل كلمة بر الوالدين بر الأهل وبر الوطن نقول كلمة بر في الأشياء الحميمة نقول كلمة بر في الأشياء التي هي لا يناقش في علاقتنا الطيبة والودية بها إذن والقرآن الكريم استخدم كلمة أن تبروهم لإخوتنا من أهل الكتاب لإخوتنا المسيحيين ومن أجل ذلك أنا أهمس في أذن كل مسلم وفي أذن كل مسيحي أن إذا كان عيد أخيك من الديانة الأخرى لا بأس ليس لا بأس فقط من الطبيعي ومن المكمل لعلاقتك الطيبة به أن تقود له كل عام وأنت بخير ولا تظن بأن هذا يمسك في دينك وبأن هذا ينتقصك في دينك فأنت أيها المسيحي عندما تقول لي كل عام وأنت بخير أنا لن أظن بأنك توافقني في ديني والدليل أنك ما زلت مسيحيا وأنا عندما أقول لك كل عام وأنت بخير فإنك لن تظن بأنني أناصرك وأوافقك في دينك وأنني تخليت عن ديني والدليل بأنني ما زلت مسلمة إذن قضية الدين وقضية الاعتقاد وقضية العلاقة بالله هذه منطقة خاصة جدا وليست لها علاقة وليست لها مساس وليست لها تكدير أو تعكير لمنطقة الأخوة الإنسانية والمحبة وإرادة الخير يعني أنا لما يكون زميري مسيحي أو لما تكون جارتي مسيحية ويكون اليوم يوم العيد وهي يلابسي ومبسوطة ومعايدة ما أقول في هذا اليوم بالذات اللي هي مبسوطة فيه أنا آجي وأدير بجهي عنها لإني متدينة ولا أوافقها على عيدها هذا الذي هو جزء من دينها هذا بر؟ هذا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين هل هذا بر؟ عندما فعلت هذه الحركة عندما خذلت زميلتي أو خذلت جارتي أو خذلت الشخص الذي أعايشه طيلة العام وفي يوم العيد آتي وأشيح بوجهي عنه هل هذا بر؟ إذن عملية المقاتلة عملية المباغضة هذه لا تكون بسبب أن الآخر ليس من ديني ليس مسلما بل تكون ولا يجوز ولا يصح أن تكون إلا لأنه قاتلني أو لأنه أخرجني من دياري من داري واغتصب أرضي أو اغتصب حقي عندئذ سأقاتله حتى لو كان مسلما إذن سبب المقاتلة هو الاغتصاب سبب المقاتلة هو المقاتلة التي بدأها الطرف الآخر فأقاتله المسلم الإنسان صاحب الدين الذي يعرف الله إنسان لا يمكن أن يبغض الآخرين ولا يمكن أن يقاتلهم إلا إذا اعتدوا عليه الذي أريد أن نتأمل فيه في نهاية حديثي قضية اتفق عليها كل علماء المسلمين باختصار لأنها وردت في القرآن الكريم هذه القضية أنا أحتاج أن نتأمل فيها تأملا عميقا ودقيقا وإنسانيا وحميميا لم يختلف عالم من علماء المسلمين ولا مفكر ولا أي شخص من الطبقة العليا في العلم أو من الطبقة الدنيا لم يختلفوا على جواز زواج المسلمي من المسيحية ومن اليهودية من أصحاب الديانات الأخرى إذن يجوز للمسلمي أن يتزوج الكتابية جيد؟ جيد لم يختلف في ذلك شخص من الأشخاص ولا عالم من العلماء ما هو الزواج؟ كيف علمنا الإسلام أن الزواج يكون؟ يكون انصهارا ويكون حبا ويكون مودة وسكنا ويكون فيه كل معاني الاحترام والرقي ويكون فيه تكامل وفيه تواد وتراحم وفيه حمل معنوي ومادي وعملية احترام مطلقة لأن هذه الزوجة تزوجت هذا الزوج وهو أبو أولادها وهذا الزوج يعتقد ويدين بأن هذه المرأة هي أم أولاده كلمتها ما بتنزل الأرض على الأولاد وعلى البيت وحتى عليه في بعض الشؤون والقضايا طب هي مسيحية طيب هي مديانة أخرى طب كيف ذلك؟ هل يجوز لمسلم أن يجعل مسيحيا يدخل في حياته كل هذا الدخول؟ زوجته 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 ينامى على سرير واحد زوجته يبث لها أحزانه همومه حبه زوجته أم أولاده زوجته هل يمكن أن نتخيل بأن الإسلام سمح بهذا النمط من العلاقات بين البشر مع اختلاف الديانة وفي الوقت ذاته يطلب منهم أن يتباغضوا بسبب الديانة؟ هذه قضية في غاية الحساسية وهي قضية مجموعة عليها لأنها واردة صراحة في القرآن الكريم بجواز زواج المسلم من مسيحية بل وأكثر من ذلك في يوم عبادتها إذا أرادت أن تذهب إلى الكنيسة عليه أن يوصلها وهو مبتسم مش يلا بوصلها ومبوز حتى يكرهها يعني لا ما راح تكرهها هي مسيحية هي مسيحية تريد أن تذهب إلى الكنيسة سوف تأخذها وتطيح لها كل المجال من أجل أن تمارس ديانتها وعبادتها بكل أريحية وليس من دينك الإسلامي أن تضيق عليها في أي شيء حتى ولو كان من دينها عليك أن لا تؤثر عليها بأي شكل فيه تضييق أو إزعاج فيما يخص تديونها وفي يوم العيد عليك أن تأخذها وعليك أن تعينها وتساعدها من أجل أن تشتري ملابس العيد ومن أجل أن تمارس الاحتفال بالقدر الكامل وبالشكل الكامل في عيدها وأن تذهب معها إلى بيت حماك إلى بيت حميك بيت الحما تذهب إليهم وتعايدهم وكل عام وإنت بخير هو شو الموضوع؟ الموضوع إنك أنت جوز بنتهم وإنك أنت أبو أحفادهم عليك أن تمارس كل أنماط وواجبات وبروتوكولات هذه المصاهرة الراقية والجميلة وعليك أن تتعبد إلى الله بكل تفاصيلها وبكل رهافتها ورقيها نعم هذا زواج إذا كان هذا الزوج يطلب منه كل هذه الأخلاقيات أفنأتي لهذا الإنسان ونقول له لا بالنسبة لزميلك المسيحي بدك تدير وجهك عنه وما تحكي له كل عام وتبخير ولا بعدين أنت بتكون أقريته على دينه أنا أعتقد بأن هذا الكلام يحتاج إلى مراجعة كبيرة في عمق تديوننا وفي عمق إحساسنا بالله وفي عمق إحساسنا بالبشر من حولنا علينا أن نعيد النظر كثيرا في كيف تشكلت منظومتنا النفسية ومنظومتنا الروحية وكيف نحب الله وكيف نحب الله وكيف نعبد الله وكيف نحب خلقه وعلينا أن نستحضر بأن الخلق عيال الله وأحب الناس إلى الله أنفعهم لعياله ولا ينفع الإنسان الناس إلا إذا أحبهم من أجل ذلك فإنني أقول لكل مسلم وأقول لكل مسيحي ولكل إنسان يعتنق دينا عليك أن إذا فكرت بأنك شخص متدين حقا عليك بأن تكنك كل الحب وعليك أن لا تحمل أي شعور من الشر أو من إرادة الشر للآخرين لأن هذا بالضرورة يتناقض مع أي دين ويتناقض مع أي عقل ومع أي رشد كل عام وكل إنسان بخير كل عام وكل مسلم بخير كل عام وكل مسيحي بخير وكل عام وكل صاحب ديانة وصاحب عقل وصاحب رشد كل إنسان كل عام وهو بألف خير إليك نسرين إليك نسرين وإليك مشهم شكرا دكتورة على كلامك الرائع ويعطيك ألف عافية وهلأ مشاهدين رح نطلع فاصل وبعدين رح نكون مع فقرة فنية بامتياز للترويج لمهرجان أنقص وفعاليات الفنية الثقافية رح يكونوا موجودين معنا الفنان توفيق الدلو والفنان يحيى السويس